الحصة الأولى في الجزائر التي تهتم بشأن القانوني وتهتم كذلك بكل مشاكل المشاهد وكذلك المواطن والمتقضي الجزائري إذن مشاهدين يمكنكم الاتصال بنا طوال أيام الأسبوع على الخطوط الهاتفية ظاهرة أسفل الشاشة لطرح جميع إنشغلتكم ولنا شرف الإجابة عليها في هذا العدد سنتحدث عن موضوع جد هام حيث كثر الكلام هذه الأيام حول جرائم الصرف أو ما يسمى بليخيم ديشانج أو تهريب الأموال إلى الخارج سنتحدث كذلك حول تضخيم الفواتير ومنها تهريب الأموال في هذا العدد أيضا سنتحدث مشاهدين حول كثرة العملة الصعبة في السوق السوداء حيث العديد من المغتاربين وكذلك الجزائريين يتوجهون إلى السوق السوداء لصرف أموالهم ولا يلجأون إلى البنوك الجزائرية ولي الحديث حول هذا الموضوع سعيد باستضافة الأستاذ الحيوي والنشيط دائما الدكتور زعلاني عبد المجيد الدكتور بجامعة الجزائر والمحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أهلا بك سيد زعلاني كيف الحال؟ شكرا أهلا وسهلا ودائما معنا الأستاذ كورتل عبد الحفيظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أستاذ أهلا بك شكرا أستاذ زعلاني نتحدث وكثر الكلام حول تهريب الأموال يعني هل لك باختصار أن تعطي لنا نبذة حول التشريع منذ سنة 62 إلى غاية الآن؟ نعم فعلا مسألة سيدي مسألة الصرف أو تنظيم الصرف والصرف هو تبادل عملة بعملة هو ينصب الفكرة تنصب على العملات الأجنبية لأنها أو العملات القابلة للتداول في السوق العالمي المقبولة في التداول وهذه نادرة نوعا ما إذن الدولة اللي عندها إنتاج هي اللي تتحصل على هذه العملات وهي عملات محدودة معروفة يعني مثلا الدولار والأورو والآخرين الفكرة العامة أن كل دولة وخاصة الدولة اللي يكون عندها العملات محدودة يعني كيف تحصل عليها كل دولة تعمل على أن تحافظ على ما لديها من عملة حتى لا تخرج بسرولها هكذا إذا خرجت تخرج في الطريق السليم الصحيح يعني معناه في استيراد أمور أساسية وضرورية وما إلى ذلك أو في التعليم أو في الصحة أو في المسائل المهمة العملة إذن تحتفظ عليها 15 بالنسبة إليها ثم إذا هي تصدر أو لها عملات مهما يكون مصدرها مهاجرون موجودون في الخارج تصدر ثقافة فكر بيع إلى آخرين فتحاول أن تحصل أو تسترد هذه الأموال وهذه العبارة يقولها ترحيل الأموال من الخارج ربطريمان دي كابتول ربطريمان دي لارجون دي لفز إذن ونحتفظ على العملات اللي في الداخل من أجل هذا المفروض الميكانيزمات الاقتصادية تكفي ولكن الدول استعملت وسيلة القانون الجنائي لدواء بالبنات الانفراجعون الابان إلى آخرين استعملت وسيلة القانون الجنائي وسيلة القمعية لكي تحقق هذين المبدأين اللي هي الحفاظ على العملة حتى لا تخرج والمجيء بالعملة من الغداء أستاذ عبد المجيد من 62 إلى الآن هل تعطينا فكرة حول التطور التشريع الجزائري والقوانين حول تهريب الأموال التطور التشريع في ذاته يعطينا فكرة أن هذا الموضوع هذا حركي للغاية ويعني يتطور بسرعة مع تطور الاقتصاد مع الوري الاستيراد والتصدير الأخير فمثلا الجزائر نقلت قانون تجريم الصرف غير الذي يتم بصفة غير شرعية بعد ذلك سنتكلم كيف يتم تحوي العملة بطريقة غير شرعية ومتى يكون بطريقة شرعية فالطريقة غير شرعية إذن جرمت في القانون الفرنسي نحن الفكرة نقلناها على القانون الفرنسي 1945 دخلت في الجزائر في 62 مع الاستقلال قانون 31 ديسمبر 62 اللي تم تمديد بمقتضاه كل تشريع الفرنسي المعمول به آنذاك استمر العمل به في الجزائر حاليا هل يتم شاهد القانون حاليا القضايا تطورت وكثرت قضايا فساد وتهريب الأموال هل القانون الحالي يتوافق مع الواقع اللي نعيشوه الآن في الجزائر هنكمل لك الفكرة لأن هذا التطور ذاته للتوافق يعني المشرع تدخل من 62 لو نحسب 62، 66، 69، 75 وفي الثمانينات وتدخل بصفة أساسية ورئيسية بعد 1975 جرائم استرف أدخلت في القانون العقوبات ثم خرجت من القانون العقوبات في قانون خاص في 1996 معروف هذا القانون 96-22 اللي هو اصدر أنا ذاك في جبيلي 1996 وهذا القانون عُدّله في 2003 وعُدّله في 2010 سايف أنت مثلين الواستين الآن هنا في حوالي عشر قوانين وعشر تعديلات أساسية والمشرع في الأول كان يمشي في الأول كان صارم جدا التشريع ثم تتنازل نوعا ما من الصرامة ثم عاد إلى الصرامة مرة أخرى وفي 2010 رجعنا من جديد وكأننا يعني في 2003 و2010 دخلنا في أهد صرامة أكثر التشريعات الاقتصادية بوجه عام في العالم تسير نحو تخفيف أكثر وليس نحو الصرامة أكثر مثلا نظم الاشتراكية والجزائر كانت دولة اشتراكية إلى عهدين قريب كانت الأنظمة القانونية الجنائية قوية جدا صارمة شديدة صرامة فدخولنا في النظام الليبرالي كان يفترض معه أن يكون نوع من المرونة في هذه القوانين نعطيك ويمكن نتكلم على هذا المواضيع هذه هذه القوانين إذن من ناحية أو لا تتفق إلى حد كبير مع الواقع لأن مثلا المواطن في حاجة إلى عملة كيف يحصل عليها مثلا نتكلم على العملات اللي كنا نتكلم عليها الأماكن الساحات اللي تتباع فيها العملات مثلا نروح يشتري إذن بطريق غير قانون لأن المفروض العملة منين تأتي تأتي على الطريق البنكي يعني البنك المركزي اللي هو البنك الجزائر هناك البنوك التجارية السيركوي هذا لازم يلقى العملة بشيشري ولا يبيع ولا كذلك أور ما عندناش حنا مثلا اللي بيغودوا شانجوا أنا باغلي هدرنا على كل هام هدرنا فيه كلام كثير على هذا ما كالصرفات أو البنك المكاتب الصرف لكن الواقع اللي نعيشوه الآن يعني هناك سوق سوداء يعني لا تخفى على أحد نتحدث على سكوار أو بورسعيد كما تسمى يعني ما رأيك يعني كقانوني حول هذا الأمر حول السوق السوداء أين يتم بيع العمل الصعب أعتقد أنه لابد أول من دراسات اقتصادية جدية تنظم بحيث السوق السوداء يمكن أن نقضيش عليها مئة بالمئة في كل البلدان العالم وفي كل الأوقات دائما هناك سوق سوداء أو سوق موازية ولكن تكون محدودة ومحصورة إلى آخر فالمفروض أن مثلا شخص يبحث على أنا نتصور مثلا سائح سائح متوسط ما يروحش للسان كيت وال سائح عادي بسيط وصل للشارع دي دوش موراد يحب يصرف الدراهمو على الثمانية بشكل ساندويتش ما يلقى شوء منه راح يصرف يعني يقول له يمكن في بورسعيد يمكن كذا بالنسبة للعاصمة وكل المدن عندها الآن ما كنت بورسعيد نتاحة يعني في سطيف في باتنا في تلمسان في كل المدن عندها سوق صغير تاحة وإنه ممكن تلقى عند الناس يتبادلوا عملتي لأخير كان لازم نأمله مكاتب صرف وبأسعار وتقدر أنا مش اختصاصي أنا كاقتصادي ندخل معا الاقتصاديين والمشرفين على العملة وبذات البنك المركزي بخبرائه بأساتي بخبرائه في مختلف الميادين يمكن نوضع حلول يعني على الأقل نقضي نقضي السوق السوداء في العملة شيئا فشيئا ولم نقضي كذا قلت حلول من جملتها اللي بيغودو الشانج يعني كل بلدان بسيطة فقيرة أنا شفت يعني في السودان يمكن تلقى في الصومال يمكن تلقى في ودين هناك دي بيغودو الشانج دونك أنا أنا مفضل عندي عملة بسيطة شرعية آدية أنا سائح جاي ادخلت وإلى نون ريسيدان مواطن يسكن في الخارج وإلى أي واحد نمشي نصرف فلوسي بشكل آدي وخلاص يمكن تكون نسب أكثر ارتفاعا أقل هذه مسألة ترجع للاقتصاديين وخبراء البنك المركزي اللي يتخذوا خلالات هذا النوع بعد أن نتكلم عن الجريمة اللي هي تتمثل صارامة يعني هذا الشي نتكلم عليه بهذا البساطة ولكن أو يقدر واحد يعمل غلطة صغيرة في العملة الصعبة يصبح في الحبس يعني أمور خطيرة جدا في هذا الغلطة الصغيرة اللي يرتكبها أي مواطن يعني جزائري أو سائح يعني أستاذ الملايير حسب آخر الإحصائيات هناك الملايير من الدينارات تهرب سنويا حسب إحصائيات للجمارك يعني بماذا قابل المشرع الجزائري يعني هذا تهريب الأموال يعني مرشح نجيب جديد لأنه واشقلكم الأستاذ أنه فيه صرامة في هذه القوانين تشريعات الصرف فيها صرامة تجه المشرح نمو الصرامة تعرفوا بأن القوانين تتبع دائما الوضع اللي جت لأجله الآن حركة اقتصادية كبيرة في الجزائري يعني يحبين ولا كرهنا فيه مال فيه مشاريع فيه شركات أجنبي دخل الجزائر فيه شركات جزائرية خلقة جديدة فيه حركة أموال كبيرة يعني هذا الأمر حتم أن تكون كان صرامة للحد من تهريب هذه الأموال باش الحد هذا عن طريق صرامة ولكن صرامة موجودة في القانون لأن القانون يتعامل مع كل من يخالف أحكام خاصة فيما يتعلق بجرائم الصرف من بينها تهريب الأموال إلى الخارج لأن هذا هو الموضوع المهم ولكن الممارسات المحيطة يعني المحيطة بهذا القانون هي لتطرح هذا الإشكال هي التي تدفع الناس إلى تهريب الأموال هي تدفع الناس إلى الممارسات الخفية لأن القانون إذا كان واضح في بونوده ما هو واضح في الممارسات المحيطة به كما تفضل أستاذ قالكم فيما يخص مثلا مكاتب مكاتب الصرف سواء هي خاصة أو عند البنوك غير موجودة الشخص اللي يكون رح يتوجهه إلى الخارج ما عندوش منين يجيب عملة طريقة قانونية هذا الأمر يدفع إلى وش رأيك في هذا الأمر أستاذ زعلاني كقانوني ودكتور في جمع الجزائر أستاذ مثلا مواطن يحب يسافر أستاذ يسافر لكن في المطار يتم توقيفه وربما سيتم سجنه حول مصدر هذه العملة صعبة لشراها في سوق سوداء 200 أو 500 أورو المطلب منه أنه يقدم المصدر الانتحار يقدم وثيقة وثيقة تثبت بأنه يجيبها من البنك هذا الأمر غير متغي أعتقد هذا مشكل جوهري وأساسي يعني أنك يعني والعملة هذه مش مسروقة يعني الشخص عنده شوية درهم انتعوا مسترقهم إذن هذه ما يسمى بالجرائم الاصطناعية هذا لأن الدولة في حاجة إلى أصلا الدولة الجزائرية هي الدول العموما لأن النظام الرقابة على الصرف نحن نخذيها على النظام الفرنسي النظام الفرنسي كيفاش مشى التاريخي من 1918 مع البداية الحرب العالمية الأولى حتى الحرب العالمية الثانية وزدت قوة إلى آخر كيف مشى نظام الصرف كتكون العملة عندها الدولة عندها كفاية من العملات موجودة صندوقها يعني الدعوارة يمليحها أمورها يتمشي الدولة تقلص من العقوبات وتفتح مجال الصرف وليش به ليبر وكي تكون العملة ما كان الدولة في حاجة كبيرة إلى استيراد عملات باش جيب عملات من الخارج وباش العملات اللي في الداخل اللي يخرج وإلى آخيره إذن كل ما تصدره تضعه في الغزينة وتغلق عليه وما يخرج غير باب الصنطي فهذاك الوقت يكون الأكس تكون متشدد كبير احنا تشريع الجزائري ما مشاش هكذا تشريع الجزائري يمشى في وقت كانت صعوبات كانت تشريع أكثر خفة أو أقل شدة من وقت يتميز فيه الاقتصاد الوطني بوجود عملات لا بأس بها ولذلك حالة المشكل احنا مقدرش نحللين احنا لسنا دولة انتاجية احنا لك نمشي البترول يعني بروبلام مش هنختار حاجة جديدة احنا نقول في التليفزيون البترول هو أساس العملة الصعبة اللي تدخلنا ولكن لابد من حلول جدوها رجال خبراء قلت على مستوى بنك الجزائر وزارة المالية دراست هذا الوضع بصفة جدية قال المواطن عنده دق فلوس ويحب يسافر كيف يعمل إذا كان قانوني يحب مبلغ معين أوكي لأخير ولكن ما كانش هالطرق الملتوية نشري في بورسعيد نلحق في المطار قادر يقول لي حبس انت خالفت القانون